لا شيء يردع تقدم تنظيم الدولة الإسلامية على كوباني حتى الآن لا ضربات التحالف ولا وحدات حماية الشعب الكردي تبدو قادرة على تصدي هجوم داعش الذي تمكن ليلة الاثنين من إحراز تقدم جديد على المدينة الكردية ضربات التحالف صباح ثلاثاء استهدفت تجمعات للتنظيم جنوب المدينة وأدت إلى مصرع عناصر منه بحسب المرصد السوري ورغم الضربات استمرت الاشتباكات العنفة بين وحدات حماية الشعب الكردي والتنظيم عند الأطراف الجنوبية والشرقية لكوباني وذلك بعدما تقدم مقاتلو التنظيم إلى جنوب غرب المدينة وسيطروا أيضا على ثلاثة أحياء في شرقها ليلة الاثنين ومع استمرار المعارك تتواصل الجهود لإجلاء ألاف المدنيين الذين ما زالوا في منطقة كوباني وسط تصاعد المخاوف من مجزرة بحق من تبقى من السكان الأكراد دبابات تركية تموضعت على التلة الحدودية المطلة على كوباني لكن لا مؤشرات حتى الآن أن هذه الدبابات قد تدخل إلى المدينة الحدودية لحمايتها من قبدة داعش